السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياسكا خبار تيفي وكذلك القناة التانية جياسكا خبار التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على أخبار شاببات القبائل لذلك لا تبخلوا إلينا بالضغط على زر الإعجاب جام لايك وكذلك الاشتراك في القناة حصريا يعني لقاء باجا يلغى وبوزيلي في قمة الغضب من المنظمين يعني غاب منافس شاببات القبائل الذي كان من المقرر أن يواجهه الكناري أمس أولمبي باجا عن مباراة أمس الودية لأسباب مجهولة حيث لم يقدم مسير الفريق التونسي أي إعذار بخصوص يعني ذلك أين كان أشبال بوزيلي يجرون العمليات الإحمائية قبل أن يتم إخبارهم بأن لقاء الغياء رسميا الأمر الذي جعل بوزيلي في قمة الغضب من المنظمين وأشار إلى أنه كان من الأجدر إخباره بذلك مبكرا يعني بوزيلي اعتبر الأمر غير احترافي على الإطلاق صراحة والكل غاضبة لذلك وأشار بوزيلي للمنظمين في عين المكان أن الأمر يتعلق بفريق اسمه شبيبة القبائل والذي يجب احترامه رغم أن في الجميع يعني موظفا بأن ما حصل لا يمت بأي صلة للاحترافية ولو أن منظم التربوس أكد له أنه تلقى تأكيدا بأن عناصر باجا ستحضر إلى لاسيغال والله صراحة يعني عوض الودية بمباراة تثبيقية والحمد لله عوضها ومن أجل إبقاء اللاعبين على وطيرة المنافسة برمج المدرب يوسف بوزيلي لقاء تثبيقيا أين قسم فيه الفريق إلى إثنين وشاهد اللقاء ندية كبيرة يعني بين اللاعبين وحيوية أنست الجامعة غياب المنافسة التونسي عن اللقاء ونتمنى منكم أنتم كجمهور شبيبة القبائل تعطينا الآرات لكم وشراكم فيها